عم شوفك عم تيجي على حالك يعني عم تاخد قرارات بشأن هالعلاقة ممكن تؤدي إلى زعلك أو عم شوفك عم تخرب على حالك كتير ممكن بأنك كتير امتوائي مع هالشخص ومع هالعلاقة فعم تخرب على حالك سلف سابوتاج ممكن مش عم تحكي لهالشخص عن أنت شو بدك فبينتهي الوضع إلى أنك يعني تكون أنت اللي عم تبدأ وعم تنهي عم شوفك وعم تيجي على حساب حالك بأنك بدك بداية جديدة بس مش عم تحكي لأنه عم تشوف أنه في أولويات أو اهتمامات أخرى أهم من هالإشي ممكن يكون الشغل ممكن يكون أي شي آخر ولكن عم شوفك عم تاخد موقف أو بالمستقبل رح تاخد موقف من هالشخص كتير صارم الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها برج الجديد ممكن تكون أبراج نارية أو أبراج هوائية ممكن أيضا عم تتعامل مع برج الجوزاء و بالأخص برج الجوزاء عاي بتوقع طاقتك هون عند هالشخص لأنه هالكرت بيتبع برج الجديد بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف إنه كتير عم يفكر فيك الحبيب بطريقة جسدية أو عم بيحس إنه روحيا مرتبط فيك مش قادر يشيلك من رأسه ولكن في المستقبل لسه العروض اللي بده يقدمها عروض صغيرة لأنه عم شوفه رح ينتقل من الفترة الحالية أو في الماضي القريب بينكم كان في هالشخص كان بيحكي كتير الكومينيكيشن بينكم كان كتير عالي ولكن في المستقبل بخطواته القادمة عم شوفه منطوية على حاله أكتر مش عم يحكي بيشوفه وبيحس أكتر عم يحاول يستشفي هالشخص لأنه بيحس إنه بيحتاج وقت مستقطع بينه وبين نفسه لحتى يكتشف أو لحتى يفهم تطور العلاقة هاي رح تروح لوين يعني لكن عم شوفك أنت بس للمنفصلين منكم بس انفصلت عن هالشخص عم شوف أنه أنت مركز كتير أو عم تحط مجهودك عم تحط طاقتك كلها في الشغل وفي مجالات حياتك الأخرى بصراحة عم شوفك رجل جدي عم بيحس بيخيبة أمل كتير عالية من تطور العلاقة يعني بيحسوا كأن انت بتحسوا كأنه ميست أبورتونيتي أو بتحسوا كأنه كان في بينكم فرصة كتير منيحة ولكن ضاعت منكم ممكن تحس إنه هالشخص ضاع منك أيضاً بدنا نوضح الطاقات أكتر يعني إن جنرال بدنا نوضح هالشخص ليش أول إشي ليش عم يحس إنه مهاجم أو ليش عم يحس إنه دائماً محتاج يدافع عن حاله بالذات بيحتاج إنه يدافع عن حاله بطريقة هالكرتن ألف بيحس إنه يبدو يكون دفاعي معك بطريقة الحكي أو بطريقة الجدال يعني عمشوف فربل أكتر أو حديث أكتر مما هو تصرفات فعلية يعني ممكن بالحكي عم تحس إنه هالشخص كتير منغلق أو كتير دفاعي معك فبدنا نشوف ليش هو هالشخص دفاعي بشو السبب اللي بيخليه صعب التفاهم معه هالشخص في عنده شيئين عم يحاول يوفق بينهم وبتوقع إنه هو عم يحاول يوفق بالعلاقة وبين وضعه المادي أيضاً إلا إنه صاحب بالين كبدا بها الكرت فعم يحاول يوفق بين شيئين الشخص اللي عم تتعامل معه وهو مضطر إنه أو عم يحس إنه مضطر إنه ياخد طاقة كينغوف سورد هالملك لحتى عم شوف إنه إنت علاقتك مع هالشخص ممكن تبعده عن مجال عمله أو تأثر على مجال عمله فهو بيشوف إنه بده يقدم نوع من التضحيات لإنه صعب عم يحاول إنه يوفق بين هاي ويوفق بين هاي ولكن مش عم تزبط معه صعب عليه كتير فعم شوفه إنه هو قرر في الوقت الحالي أو بطاقته الحالية إنه ياخد وقت مستقطع ممكن لحتى يبني مستقبله أو يبني مادتياته طيب مشان هيك هو كتير منغلق على حاله ما عم يسمح للعلاقة إنها تتطور خوفا من إنه تأثر على إشياء أخرى بحياته أو أحلام أخرى بحياته طموحات أخرى بحياته هو عم يسعى إلى تحقيقها طيب بدنا نشوف هالشخص أيضا بدنا نوضح إنت ليش منغلق أول شي بدنا نوضح إنت ليش منغلق على حالك هون أو بالمستقبل ليش رح تكون لأنه هي طاقة المستقبل ليش عم شوفك كتير منغلق على حالك أنت ممكن طاقته أصلا الشخص هي بتحكس عليك سمت عليك فبالمستقبل أنت عم تحس بي نهاية من نوع ما عم تحس بي تكملة بدنا نشوف هالتكملة شو يعني الأشي اللي عم بتفكر فيها أو ليش عم تحس إنه الوضع ميقوس منه عم شوفك إنت بدك علاقة أو بالمستقبل تطمح بعلاقة إنه تكون هارمونيوس أو إنه تكون متناغمة ومتوازنة عم شوفك بالمستقبل بتبحث عن التوازن وأغلب التوازن اللي عم تبحث عنه توازن روحاني أو توازن بحالك أنت أيضاً واحدة من الأسباب بطاقتك بالمستقبل إنه عندك Five of Swords Five of Swords أنت بالمستقبل مش مستعد تتنازل عن قراراتك يعني أنت شخص عنيد جداً بدك تثبت وجهة نظرك ولو على حساب حالك ولو على حساب إنك تخسر ناس في الطريق أو تخسر علاقة أو تخسر حبيب عم شوفك برغم إنك بدك تحكي مع هالشخص وبرغم إنك بدك بداية جديدة مع هالشخص لأنه العامل المشترك بينكم هون فيه بدايات فإنت بدك بداية ولكن بدايتك فيها حكي فيها صراحة أكتر هو بده بداية عاطفية أكتر فهمشوف إنه إنت بالمستقبل ما بدك تتنازل عم تبحث عن الشفاء ما بدك تتنازل واحدة من الأسباب اللي ممكن تأخر بالطاقة بينكم أو تأخر بالتواصل بينكم إنه إنت عم تنظر للأمور من منظور واحد من منظورك إنت بدك الأمور تمشي مثل ما إنت بتريد وعم تعاند شوي طاقتك فيها شوي عيناد لأنه بدك توصل إلى النقطة اللي إنت بدك ياها أو بدك الشخص يعني بدك ياه يكون مرن أكتر بحيث إنه يمشي مع اللي إنت بدك ياه أو اللي إنت بتتوافق معه طيب بدنا نشوف هالشخص لأنه هو مبين إنه منطوي على حاله بهالفترة ولكن الرابطة الروحانية بينكم كتير قوية عم يفكر فيك هالشخص كتير وعم يفكر فيك أيضا بطريقة جسدية بطريقة شغوفة كتير فبندنا نشوف هالشخص هل رح ياخذ خطوة بتتقدم تجاهك هل بده يحكي معك شو رح يصير بعد فترة السكون هاي فهالشخص فيه عنده عرض حب كتير كبير بده يقدمه لها إليك لأنه فيه عندك هال الفارس على الخيل أو على الإحصان متجهي إلى مطرح متجهي إلى مطرحتك ورقة تقدم هاي وأيضا بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية ممكن البداية بينكم تكون أو ممكن الحكي بينكم يكون أو هالشخص يتقرب منك بطريقة أصدقاء قبل ما تكون بطريقة جدية همشوف إنه هو بده يخليها عفوية أكتر بالبداية أو كبداية بده إياها تكون عفوية أكتر تبدأ بمنظور صداقة بعدين تنتهي إلى ارتباط أو تنتهي إلى حتى هالشخص ممكن يعترف لك بحقيقة مشاعره أو مدى عمق مشاعره إنت ممكن أصلا ما تتوقع وما تفهم وما تكون متوقع مدى عمق مشاعر هالشخص يجاهك بالنسبة لـ بتحكي عن سولميت وأيضا بتحكي عن اتخاذ قرار فبدنا نشوف لأنه هالطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف شو هي القرار اللي بدكم تاخدوه إنتو كطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف إذا الأوراق رح تكون متناغمة مع بعض أو رح تكون متضاربة يعني بدنا نشوف إذا رح توصلوا للنفس الاستنتاج أو رح تكونوا في مطرحين مختلفين فكرياً عقلياً فبدايات جديدة رح تكون بدايات جديدة بالحكي رح تكون ممكن ما يكون في عرض حب بسرعة يجيك أو ممكن ما تبدأ العلاقة على طول عرض حب لأنه هاي فقط ترمز إلى الكميونيكيشن ترمز أيضاً إلى اعترافات فأي إشي كان خبه بينكم رح تحكوا فيه أيضاً The Star Wish رح تشاركوا لبعض أو رح تحكوا لبعض عن آمالكم بها العلاقة أو يعني العلاقة بينكم رح تنتهي بانتصار أو التواصل بينكم رح ينتهي بانتصار لأنه هالشخص طالع من معركة منتصر فبرغم الصعوبات اللي عم تواجهوها هلأ إلى أنه طاقتكم المشتركة فيها بدايات جديدة فيها انتصار وفيها أيضاً وشف في المنت أمنية تتحقق فأوراق كتير منيحة بصراحة أوكي حباي ببرج الجديد اتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكراً لكم جميعاً شكراً لكم